بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة أول رقم نزل من القرآن هو الرقم 19 في سورة المدثر قال تعالى عليها 19 ثم خاطب الله بهذا الرقم أهل الكتاب قال وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون إذن هذا الرقم موجه لأهل الكتاب فما هو سر شفرة الرقم 19 إذا أردنا أن نعرف السر يجب أن نذهب إلى أول نص نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا النص 76 حرفا أي من مضاعفات الرقم 19 فهو يساوي 19 مضربا في أربعة أول آية في القرآن الكريم هي بسم الله الرحمن الرحيم تتألف من 19 حرفا وتكررت في القرآن كله 114 مرة أي 19 مضربا في 6 سبحان الله أول سورة نزلت من القرآن هي سورة العلق تتألف من 19 آية مجموع عدد كلمات سورة العلق وحروفها 361 يساوي 19 مضربا في 19 تماما ولو بحثنا عن عدد الكلمات لسورة العلق نجد 76 كلمة أي 19 في أربعة ولو بحثنا عن عدد الحروف في سورة العلق نجد 285 حرفا أي 19 مضربا في 15 سبحان الله أين وضع الله الرقم 19 في سورة المدثر لو قرأنا هذه السورة من بدايتها يا أيها المدثر قم فأنذر وهكذا حتى نصل لقوله تعالى عليها الألف في كلمة عليها يكون رقمه 361 19 ضرب 19 ثم يأتي الرقم 19 سبحان الله مجموع الأرقام الواردة في القرآن كله عدد من مضاعفات 19 وعدد سور القرآن من مضاعفات 19 أيضا بعد كل هذا ما هي السورة رقم 19 وما علاقتها بأهل الكتاب إنها سورة مريم عليها السلام ترتيبها في المصحف 19 عدد آيات قصة مريم 19 آية أيضاً الآيات التي تحدثت عن السيدة مريم في القرآن كله تسع عشرة آية سبحان الله عدد الآيات من بداية قصة مريم في سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إلى آخر القرآن يساوي 19 ضرب 19 ضرب 11 الرقم 11 هو تكرار اسم المسيح في القرآن العظيم عدد كلمات سورة مريم يساوي 19 مضرباً في 19 مضرباً في 3 الثلاثة هي حروف اسم مريم ميم رأياء سبحان الله عدد تكرار حروف اسم مريم في سورة مريم الميم الرأي الياء الميم أيضاً يساوي 19 مضرباً في 19 مضرباً في 3 سبحان الله عدد حروف كاف ها يا عين صاد في سورة مريم يساوي 114 مضرباً في 7 الميو 14 هو عدد سور القرآن سبحان الله عدد حروف سورة مريم يساوي 114 مضرباً في 34 114 هو عدد سور القرآن و34 هو تكرار اسم مريم في القرآن كله سبحان الله حرف الياء في سورة مريم تكرر من مضاعفات العدد 19 أيضاً هناك آيات انتهت بحرف الياء خفية زكية إلى آخره عدد كلمات هذه الآيات يساوي 19 مضرباً في 19 مضرباً في 2 سبحان الله وعدد الآيات التي انتهت بحروف أخرى يساوي 19 ضرب 19 سبحان الله عدد الياءات أو حرف الياء تكرر في قصة مريم التي تتألف من 19 آية 76 ياء يعني 19 مضرب في 4 أول آية ذكرت السيدة مريم في القرآن الكريم سبق اسم مريم بـ 19 كلمة بالضبط وآخر آية تحدثت عن السيدة مريم في القرآن الكريم جاء بعد اسم مريم 19 كلمة بالضبط وهذه الآية تتألف من 19 حرفاً هجائياً لا نملك إلا أن نقول سبحان الله وأخيراً هل استيقنتم يا أهل الكتاب بأن مريم عليها السلام هي المرأة المطهرة التي طهرها الله وأن عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وليس إلهاً إن هذا الرقم 19 يأتي اليوم في القرن الحادي والعشرين ليخاطب أولئك الملحدين والمشككين وأهل الكتاب ليثبت لهم أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر بل هو كلام رب البشر تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين